في البداية لو نتكلم عن هذه المبادرة وحصيلة هذه المبادرة إمتى تم إطلاقها وحصيلة هذه المبادرة خلال الفترة اللي فاتت طيب هذه المبادرة هي استمرارية لمبادرات كثيرة بتقوم بيها وزارة الصحة للكشف مبكرة عن الأمراض المهمة والتي نهتم باكتشافها في مراحل مبكرها لتقليل العب على المواطن وعلى الدولة وعلى المنظومة الصحية كلها دي مبادرة جديدة بعد النجاح مبادرة فيروس سي ثم مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الكبد دي مبادرة جديدة هدفها الكشف المبكر عن أربع أنواع مهمة من الأورام هي أورام القولون والبرستاطة والرقة وسرطان عنق الرحم بدأت من سنة بالزبط انطلقت فيه على مدار مرحلتين حتى الآن فيه تسع محافظات في المرحلة الأولى ثم تسع محافظات تانية في المرحلة التانية ومستظرين إن شاء الله الفترة القادمة تتشين المرحلة التالتة حيث نبغطينا جمهورية مصر العربية كلها